حرب إبادة جماعية غير مسموقة حتى في حرب الجيوش أنا أؤكد أن المشهد المستمر في ربع العدوية على مدار التسع ساعات الماضية من السادسة سباحا وحتى الآن لم يحدث في غزة من الكيان السوريوني على مدار 25 يوم أثناء الحرب السورية على غزة في 2008 هذه المجزرة حرب إبادة جماعية الصورة في غاية الوضوح أن عفتاح السيسي الآن يدرك أن الانقلاب قد فشل وأن مصيره المحاكمة الجناهية ومن سنفه ويسعى لتوريط الجيش المصري أو لتوريط الشعب المصري في حرب أهلية أو توريط الأكبر قدر من القيادات العسكرية في دماء المصريين التي وصلت حتى الآن مئات لا نستطيع أن نحصي عدد القتل الشهداء الذين تم قتلين من خلال القناصة القناصة من الطائرات والقناصة من فوق المنشآت العسكرية كل المباني العسكرية التي حولنا اعتلاء القناصة ليقتل إخواننا بالرصاص الحي قلفا في الرأسي في الراقبة في القلب والصدر ليس لفض اعتصام لكن مؤكد هي حرب إبادة جماعية هي مجزرة سلخانة تحولت لها ربع العدوية الجسس في كل الطرقات الجرحة في كل الممرات لم يعد أمامنا مكانا لا في قاعة ولا في مسجد ولا في مستشفى ميداني ولا في مستشفى مجاور لنضع فيه جسس الشهداء أو لنضع فيه الجرحة أو لنتعامل معهم لكن الأخطر من هذا أن هذا الكيان العسكري الغاصب المحتل لهذا الوطن ظلما وعبوانا يجهز على الجرحة يمنع سيرات الإسعاف قام بتدمير كل الأدوية مخازن الأدوية التي كانت موجودة في المستشفى الميداني بل هو يحاول الآن أن يحيط المستشفى الميداني من كل جانب بالحرق بالقتل ليتخلص من الجسس التي هي الآن على أقل تقدير فوق 300 قد شهيد والجرحة بالألاف والجراح كلها بالرصاص الحي والجراح والإما انفجار في التماث في الرأس وإما في الراقبة وإما في القلب والصدر أنا أتحدث إلى قيادات القوات المسلحة عفتاح السيسي يدرك أن الانقلاب قد فشل وأنه سيقدم لمحاكمة جمعية عاجلا أو واجلا وبالتالي هو يسعى لتوريتكم وتلويس أيديكم بالدماء حتى لا يقف واحد الموقف المحاكمة عفتاح السيسي يدرك الآن أن المصريين حتى إذا فضع اعتصام ربع العدوية أن ميادين مصر كلها قد صارت ميادين اعتصام وقد صارت ميادين صورة وأنها ستمي خلال ساعات أو أيام هذا الانقلاب العسكري وبالتالي هو لا يسعى بي هو لا يفض اعتصام فهو يعلم أن الاعتصام حتى لو تم فضه في ربعة بآلاف من الشهداء فإن الاعتصام والصورة ستمي أمرا دين مصر لكن هو حريص على توريط القوات المسلحة بل قد يدفع في الشعب المصير حرب أولية ليهرب هو من المحاكمة الجنائية انتبهوا أيها القيادات في القوات المسلحة انتبهوا يا دباط وجنود القوات المسلحة ويا دباط وجنود الشرطة أن أفتاح السيسلان يوردكم حتى لا يكون الجاني الوحيد يلوث أيديكم بالدماء حتى تكون شركاء معه في الدل الذي اقترفه أنا أناشد قيادات القوات المسلحة وقيادات الشرطة وإذا لم تكن القيادات بأسفا أناشد الدباط والجنود ليس فقط الامتناع عن تنفيذ التعليمات والأوامر بل خلع الزي العسكري والثي الشرطة والعودة إلى البيوت لأن هذه الشرطة وهذا الجيش فقد الواجب الوطني فقد الواجب الأخلاقي فقد القيام الإنسانية وبالتالي يلاشد كل شريف في المؤسسة العسكرية أو في الشرطة المصرية أن يخلع المنابس الرسمية ويعود إلى بيته ويعلم بشرف أنه لن يقبل أن يكون أداة لقتل المصريين أنا أنافد المصريين جميعا إحنا مش بنقول لكم تعالوا امزلوا ربع العدوي يحمونا أبدا قتل إخواننا وصعدوا إلى السماء والحياة صارت لدينا رخيصة بعد قتل أبنائنا وإخواننا وخواتنا وبالتالي نحن لا نطلب كناية ولا نطلب تأمينا ولا نطلب أن تدعمونا في رعب ربع العدوي من القتل لكن نطلب أن تحافظوا على إنسانيتكم أن تحافظوا على دمائركم أن تنزلوا متاجد مصر أن تنزلوا شوارع وميادين مصر جميعا لتقولوا انتهى هذا الانقلاب العسكري وانتهت دولة الانقلاب العسكري الدموية التي حولت مصر إلى مجازر وأقسم بالله أنكم إذا بقيتم في بيوتكم فإن عفتاح السيسي حيورت هذا البلد لتصبح سوريا عفتاح السيسي سيدفع بهذا الوطن لحرب أهلية لينجوا هو من المشنقة انتبهوا أيها المصريين انزلوا لتعلنوا الآن انتهاء دور القوات المسلحة في الحياة السياسية لتعلنوا الآن انتهاء الانقلاب العسكري لتعلنوا الآن أن المؤسسة التي تقتل شعبها لا تستحق أن يبقى ضبطها ولا جنودها يستجيبون لتعليماتها أنا أخاطب ضمير العالم المؤسسات الدولية المجتمع الدولي المنظمات الحقوقية الوفود الأوروبية التي جاءت زارت ربع العدوية وتأقلت من سلمية المعتصمين لكن يبدو وكأنها تورتت في عمل مخابراتي قدمت التقارير للجيش لتكون له أخت وأنت آمن فهؤلاء سلميين لن يواجهوك بالقوة وبالتالي إذا لم تتحركوا الآن أيها الوأسسات الدولية أيها الوفود الأوروبية أيها المنظمات الحقوقية في العالم لتوقفوا هذه المجزرة وحرب الإبادة الجماعية ستكونوا شركاء في قتل هذا الشعب ولن يغفر لكم المصريين عبر التاريخ أنكم جئتم لترفعوا تقارير بسلمية الاعتصام لتخدم قتل المصريين على يد السفاح عفتاح السوسو واشركاء أنا أخيراً أشد على يد هؤلاء الأبطال المغاوير الذين يا الشعب المصري لا مصلحة لهم في هذا الثموط وتحمل هذا وتقديم ذلك التطريقات وتقديم هؤلاء الشهداء لا لمصلحة شخصية ولا لمصلحة حزبية كما يحايل أن يضللكم عفتاح السيسو وإعلامه بل أقسم بالله أن إخوانكم في ربع العدوية وفي النهضة ما اعتصموا وما قدموا التضحيات بأرواحهم ودمائهم وجراحهم إلا من أجلكم أنتم أيها الشعب المصري العظيم من أجل أن تنتهي الدولة العسكرية البولوسية ومن أجل أن يتوقف القمع الذي يعيشنا فيه 60 سنة ولأجل أن يعيش هذا الشعب في حرية وكرامة وعزة مرفوع الرأس مش بينضرب على أفاه من المحمر والمرشد بالتخريف من أمن الدولة أو من المخابرات انتهى هذا الزمان انزلهم له ميادين نصر لتعلنوا انتهاء الانقلاب العسكري وانتهاء عسر الدولة البولوسية العسكرية والإصرار على أن تبقى مثل دولة مدنية ديمقراطية يرفع فيها المصري رأسه بالعزة والكرامة والحياة الكريمة أنا لا أعز الشهداء وقد قدمت ابنتي روحها وتشهدت مع أكواتها لن نتحدث عن عزاء لكن نتحدث عن أعراض الفردانس التي قدمنا فيها التضحيات لا لمصلحة دنيا من عرض الدنيا ولا لصراع سلطة كما يحاول أن يصور المضلمون لكن والله لا لشيء إلا أن يعيش هذا الشعب وتعيش هذه الأمة في كرامة في عزة في رأس مرفوعة في استقلال وطني في تحرر وطني حقيقي والسلام عليكم ورحمة الله كان هذا بيانا من الدكتور محمد البلتاجي بثثنا على الهواء مباشرة من رابعة العدوية والدكتور محمد البلتاجي أشار إلى أنه فقد ابنته في فضل الاعتصام الذي بدأ اليوم في ميدان رابعة العدوية أعود مجددا إلى ضيفي من القاهرة الأستاذ خالد داود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ هل نتوقع أستاذ خالد في المرحلة القادمة استقالة من الدكتور محمد البلدع كما أشيع إذا ما تم فضل الاعتصام بالقوة؟ نعم بداية يسمح لي أن أعزي الدكتور البلتاجي في وفاة ابنته بكل تأكيد من ضمن المصريات التي نأسف لقتلها ونأعزي بالطبع دكتور البلتاجي وفي نفس الوقت يبدو أن هذه الحادثة كان لها أثر كبير على الطريقة التي يصف بها الوضع القائم الآن